لا يجب على شركة يوبر أن تواصل معاملة سائقها كما أنهم يعملون لحسابهم الخاص هذا ما أقره القضاء البريطانية مطالبا الشركة بدفع رواتب لسائقها ومنحهم عطلا بصفة قانونية قرار المحكمة البريطانية يأتي بعد أن رفع الثنان من سائق يوبر دعوة قضائية ضد الشركة في محكمة العمل معتبرين أنها لا تحترم حقوق العمال ومعروف أن شركة يوبر تتعاقد مع السائقين باعتبارهم شركاء من خلال الارتباط معهم بعقود مقاولات رسمية وليس بعقود توظيفة